جينا قلنا لكم انه اربع شهور يا جماعة ده غالون ده دي ما ناس ده قصاص بتاع ناس ده حقوق بتاع ناس ده الناس بتهتف ده الناس ضحوا بدماؤهم عمر البشير ده مرتكب بتاع عبادة جماعية هتقول لي عف الله عما سلف حيجيك واحد تاني لانه هيكون عارف من امن العقاب اساء الادب هتقول عارف انه كان في ديكتاتور يسمه عمر البشير حكم 30 سنة ويختصب وغتل وعمل وعمل وعبل السبع او زي متى مصيره حيطلع براءة او عمر البشير حيطلع براءة اقوله لكم عمر البشير حيطلع براءة عمر البشير ما حيثحكم في ابادة جماعية ما حيفتح فيه وشفت اليوم ما حتلقى يوم ان عمر البشير مفتوح فيه قضية تحت ابادة جماعية لانه ابادة جماعية حجيب لكه برهان وحمدته طيب لما الحميدتي الليلة يكون قاعد حميدتي مرتكب مجزرة القيادة العامة واختصاب النساء في 29 رمضان لما الحميدتي يكون حاضر الليلة المحاكمة عمر البشير حاكم 30 سنة وجب انقلاب عسكري وغتل ويختصب وعمل بيوت أجباح وحرق دهرفورد كلها وزول مطلوب للمحكمة الجنائية مصيره كان تهمة بتاعة أموال وسنتين في إصلاحية يعني عمر البشير سنتين في دار بتاع عجزة ولا سجين ذاته ولا سجين كوبر ذاته في إصلاحية يجيبون الفطور النظيف يجيبون له القدى النظيف يكون في التلفزيون متابع أخبار السودان يجيه عبد الرحيم محمد حسين زيارة تجيه ويدات شايرة العامود بتاع الأكل يتونس معها ويضحك معها تجيه خالت وتقعد معه وتتونس معه يكون متابع أمواله القاعدة في ماليزيا وامواله القاعدة في غطر في أمان هيا محمد قروشي في ماليزيا حصل لها هيا عالو عثمان حمام طاق قروشي ألقى ده الإصلاحية سواء للتكمل يما أنتم تستاتروا يما أنتم تقشوا في عقل الشعب السوداني لأنه دي غوانين دي الغوانين الخطوها الحركة الإسلامية والكيزان 30 سنة عشان تحميهم في يوم أسوأ الزيدة عشان تحميهم في يوم أسوأ الزيدة قامت الثورة العظيمة المفروضة غير القوانين قامت الثورة يا يماعة قامت الثورة الثورة دي قامت عشان تصلح القوانين عشان تعمل هيكلة للدولة بناء على قوانين صحيحة بناء على قوانين تحارب الفساد قوانين تحاسب أي زول مجرم أجرا في حق الشعب السوداني لا النظام سقط وقوانين الحركة الإسلامية ماشا قوانين الختاحة الترابي وعمر البشير ماشا عشان يطلعوا براءة بنهاية الموضوع نمشي إلى الموضوع تاني موضوع مليونيات الزحف ومليونيات الكيزان اطلعوا الليلة وبالمغابل لجان المغاومة قالت أنه أنا ما حطى يوم 14 لأنه الكيزان طالعين والكيزان دي يعني نزع نيفين ونخلي لهم الشوارع دي رسالة للجان المغاومة اللي هي لجان المغاومة الناس كلها بتقول لي غالي المغاومة هي الحل لجان المغاومة هي صمامة طورة لا ما عليش لجان المغاومة أثبتت أنه هي مراهقة سياسيا ولا عندها القدرة على حفظ وصمام أمانة طورة ولا عندها القدرة على أنه تنظم قواعدة جيناكم يا لجان المغاومة كلمناكم قلنا ليكم يخفغون يا جماعة في أغنية حاطة الناس سمعوها بيقول ليك الفي ريدو فردقس بيجغيل بيعمل ملف وده يا لجان المغاومة بنقول ليكم الفي شارع فردقس كيزام بيملو الخانة الشوارع دي يا لجان المغاومة الكيزام ما طلعوا الليلة إلا لما نحسوا أن الشوارع تراخت الشوارع رجعت في البيوت وعايشة على الأمان وعايشة على الأحلام حمدوك يمثلوني الأصم لا ما عاجبني مدني عباس يمثلوني في فتيل عمر البشير يتحاكم من محاكمة هازلية يا أخي لا هناك محاكمات جاية البضم البضمنك أنت كسوداني أن المحاكمات الجاية ما تكون سنة سنتين وإصلاحية شنو؟ الغواني هي نفس الغواني البضمنك أنت كمواطن عمر البشير يترفح فيه قضية إبادة جماعية شنو؟ لا دم أطلب المطالب طيب أقول لك القانون السوداني ما فيه جرائم إبادة جماعية